كيف تنشوف اليوم وشفتي وجميع وهذا اللي تم بحضور الرئيس دعال الفيفا والرئيس دل كاف لسي جانيان فانتينو ولسي موات سيبي شيء مؤسف جدا اليوم في الرياضة وأن يحرم فريق وطني مغربي يستعد لمدة ستة أشهر بصورة مسترسلة وبصورة جدية باش يشارك في الشان ويمشي يدفع الحدود نتعو ويدفع اللقب نتعو مؤسف جدا أن يبقى اليوم في المطار لمدة ساعات ينتظر ترخيص باش يمشي يشارك في بطولة إفريقيا كما قلت شارك في إقصائيتها مسبقا واستعد لها جيدا فالأمور أو الملتقيات الرياضية وجدت باش تعطى الفرصة لهات الشباب وجدت باش تعطى الفرصة لشباب لإبراز مواهبهم وما نعيشه اليوم أن الفريق الوطني المغربي لحد الساعة وموجود هنا في قاعة الانتظار شيء مؤسف في حقي كما قلت شباب يشتغلوا لمدة سنوات واستعدوا لهذه التظاهرة لمدة أشهر واستعدوا على جميع الجوانب للمشاركة في التظاهرة من جهة والدفاع عن لقبهم من جهتين تانية نتكير بين الفريق الوطني يعني حاز على لقب لمدة دورتين متتاليتين واليوم تعيشون وتنظرون وتتشوفوا هذا الواقع الذي يعني يبين بوضوح الرغبة الرياضية على المنتخب الوطني والمغرب باش يعني نشاركوا لعبوا تظاهرة رياضية بحتى وكتشوفوا الانتظار كما قلت نتعاد المجموعة للشباب الذين يشتغلوا لمدة سنوات من أجل هذه المشاركة ولا زالوا ينتظرون هذا الترخيص للتمكن من الدهب شكراك 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 شكرا